حققت وزارة الكهرباء وطاقة خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في الأداء ما جعل المواطن يشعر بتحسن ملموس في الخدمة المقدمة لكن التحديات أمام استمرار تطوير هذا القطاع الهام والحيوي لا تزال متعددة التقرير التالي يلقي نظرة على أهم تلك التحديات تستعد مصر لزيادة طاقتها الانتاجية من الطاقة بنسبة 50% بحلول نهاية العام الجاري حيث تنفذ شركة ألمانية حاليا مشروعات لرفع الانتاج بأكثر من 14 جيجا واط بتكلفة 6 مليارات يورو ورغم ما حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية من إنجازات ملموسة على أرض الواقع إلا أنه لا يزال يواجه تحديات عديدة لتنفيذ مزيد من التطور والتحسين على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أبرز هذه التحديات التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء محطات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف فضلا عن التوسع في إضافة خطوط جديدة لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية تطوير قطاع الكهرباء يتطلب مهمة عسيرة أخرى تستلزم تركيب آلاف المحاولات الجديدة ذات القدرات المختلفة التي تتناسب مع استهلاك المواطنين والعمل على تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل النسبة الفقد في أنظمة الكهرباء الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء تعتمد أيضا على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء مع وجود آلية رصد للأعطال وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل التحدي الأكبر أمام قطاع الكهرباء هو الحفاظ على ما حققه من نجاحات خلال الفترة الماضية وللوصول إلى ذلك يتعين تضافر الجهود بين الوزارة من جهة بتحديث وتطوير الخدمة والمواطن من الجهة الأخرى عبر ترشيد الاستهلاك